السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في قناة مطبخ الأصدقاء اليوم أريد أن نشارك معكم الخبيزات بالحليب بانولي طريقتهم الصحيحة نحتاج لهذه الوصفة المقادر التالية 500 جرام طحين 10 جرام متع الملح 70 جرام ساندة 150 جرام زبدة 20 جرام خميرة جوج بيضات 175 جرام الحليب الشوكولات الحشو بحق الشوكولات ويضاء بيضاء مجموعة طحين سكار ساندة حليب الزبدة نضيف الزبدة ونكمل في العجينة حتى يتخلط كل شيء مزيان وراها قد يجي شوية جارية يعني عادي راه الزبدة كتبدأ الدوب في الروبو مع الموفمون كتبدأ الدوب وراها قد يجري شوية كي بدأ يتلسق ماشي مشكي العادي كنكمل بهاتطريقة كنكمل بهاتطريقة من بعد الخليطها وندمل مزيان وراها كتشوفو كي تلسق كنحيت كل شيء ترجمة نانسي قنقر انه جميل من بعد الج Bengو Bh thats من بعد خلي كل شي يخمر كنجمعو ونضعه يخمر الى كل جهو سخون راك يخمر مدة ساعت قريبا كي يخمر كل جهو البرد راكي يحتاج الكتر كل جهو البرد راكي حتاج الكتر ن� وستمر مصى نسف اشتركوا في القناة 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 من بعد مني كنكمل كنشي كنوضبها بطريقة كندير كويرات هاكده حتى كنكمل كنشي ونبعد كنبسط بها الطريقة وكندير فيه الشوكولات الوسط انا كندير جوج وحدات تعرفوا الدرارة كيبغوا الشوكولات بنسبة للقوتة ولا الفطور في الصباح المخبازة ولكن الدرار كيكونوا حسن كنعرفوش كنناكلو ونكملو حتى كنسالي وانا هنا درت 16 لحبة ولكن نخلي تغير 8 و 8 الاخورين درتهم في الكونجيلاتو حيث يمكننا نكونجليوهم ومنين نبغيوهم كنحيدوهم في الليل وكننخليهم يخمروا على خاطرهم الليل كامل وفي الصباح كندهنوهم وكنطيبوهم في الفران ولا بغيناهم فلاشية كنخرجوهم في الصباح كذلك نفس العمليات كيخمرو وكنعودو ندهنو وكندهنوهم انا استعملت هنا 8 طيبتهم و 8 الاخورين خليتهم لمرة اخرى شكرا نكمل بها الطريقة حتى نسلي كل شيء و ندهن كل شيء بالبيض نستطيع أضفع المفاجم نبقى الوقت أيضا الله ثم نضيف الخبز جميعاً نضيف خبز نبقى المفاجم الأمر مستطيع الأمر بعمل المفاجم ليريد الأمر نقوم بها في تقبيع المفاجم نضرب المقص ولكن نضرب نضرب المقص نضرب المقص نضرب المقص من بعد مني خمر كنعودو ندهنو الدهنة الثانية وكنكنو سخنة الفور دياننا على 180 درجة لمدة 10 دقائق يعني مني ندخلو حنايا لبانتاعنا كيكل فران سخون كان طيب يوم على 180 درجة لمدة ما بين 20 تا 25 درجة على حسب الفورن يعني من 20 نردو بالنا نشوفوهم واشطابو من بعدها ينقوم ليت وجدات طابت خفيفة كتجي رائعة وكتعجب لوليدات كانت منى الوصفة تكون سهلة وعجباتكم ما تبخلوش عليا باللايك كالعادة والجرس بشي يوصلكم الجديد وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة